سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل بحضور سعادة سيد أيمد بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسيدة فجر صالح الباجاجي المدير العام لمشاريع الأمل وسيد خالد محمود الرئيس مدير إدارة المشاريع والتسويق بمشاريع الأمل وقد رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بمجموعة من 22 من الرواد الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 17 سنة مشيدا بطموحاتهم الريادية في مختلف القطاعات التي بادروا فيها من قطاع الأغذية إلى الأزياء وحتى التكنولوجيا والاستدامة مسلطا الضوء كذلك على إنجازاتهم البارزة وخلال الاستضافة أتيحت الفرصة لكل رائد أعمال صغير بمشاركة فكرة مشروعه الريادي واستعراض الإلهام وراءه إضافة لرحلتهم مرورا ببرنامج بيبان جونيورز حيث عرضوا مشاريعهم أمام لجنة من الحكام للفرصة الاستراتيجية والإرشاد أنا كل اللي عرفه It's not your business today, it's not what you do today اللي عرفه in 10 years time in the day You will be somewhere else إذا وصلتوا على نفس هذا الجهد إذا وصلتوا على نفس هذه الروح أنا متأكد 200% إذا وصلتوا على نفس الوقت إذا وصلتوا على نفس الوقت إن شاء الله وأي شيء نقدر نسوي عشان نوصلكم لهذه المرحلة أنتو ما بتحتاجون مساعدات أنتو ما بتحتاجون يعني أنتو يورسلف دريفن ما شاء الله عليكم يورسلف بيبان لكنا بتحتاجون البيبان اللي عندنا لفتحها لكم And this is why we are here أنتم مو بهني لأن لأن يا لديك اللي عندنا لديت منفجات عن مستدرات لأنكم لديت كل هذا أنا عيالي تارا وعيال خادم ونشد متابعين برنامج بيبان الكبار و الجونيور لكن كنتم في هذا الشخص فرقمنا انظرنا بتمديلنا يورسلفنا حياتنا وعياتنا وكيف أنتم بهذا السرطف الحديث بهذا الهدافتار بهذا الولايات تظهر من خلال مختلفة نحن اليوم بحاجة لكم، نحن بحاجة لأفكاركم، نحن بحاجة إلى الانوفيشن اللي أنتو تقدرون مطلعوني يعني كثير من الأشياء التغير أنا طالعها في عيالي ونطالعها في الجيل الصغير الكثير من الأشياء تتغير رابداً ونحتاج الناس مثلكم يساعدونا لباتل ذات الواضحة الناس إن شاء الله نحافظوا بس على هذه الروح نؤمن فيكم وأي شيء أقدر أسويه أنا خبروني أنا دايركت أنا يعني ترى مبعود أنا أخوكم أنتو بالذات يعني إن شاء الله سيكسس ستوريز بكرة ترجعون مرة ثانية عقب شمسنا حق البرنامج أن تشوكيس السكسس اللي أنتم وصلتوا له وفي هذا السياق أكدى سعادة سيد أيمان بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال الاستضافة على دور توفير الإرشاد والموارد والفرص اللازمة وأهميتهم لدعم الإمكانيات الاستثنائية التي يتمتع بها شباب مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر